التي سجلتها جامعة فلسطين التقنية خضوري ممثلة وممثلا لها الدكتور مازين سلمان عميد البحث العلمي في الجامعة أهلا وسهلا وصباح الخير صباح الخير إليك لجميع المشاهدين أشكرك وأشكر تلفزيون الفجر على الاستضافة وإهتمامهم في الجامعة خضوري أهلا وسهلا يعني ما شاء الله دائما لكم زاوي عندنا في برنامج صباح الخير بالتميزات والإبداع والأهم من ذلك طلاب وأساتذة يعني جائزة الباحث العربي المتميز لهذا العام بداية حدثنا أكثر عن بماذا تم التمييز في أي منحة من المناحي والدراسات والبحوث صحيح يعني في جوانب كثير الجامعة متميزة فيها ومبدعة فيها اهتمام الجامعة بالبحث العلمي لا يقتصر فقط على البحوث العلمية في المجال الزراعة لكن في مجالات أخرى السنة هذه كان لنا اه يعني يعني اهتمام بالزراعة بكلية زراعة فالجامعة يعني منذ نشأتها كمان وتحولها من كلية لجامعة كان في عندها اهتمام بالبحث العلمي زراعب وإنشاء إعادة مجد الخضوري التاريخي للزراعة فتحوا مركز أبحاث في الزراعة وماذا بتنتطور إلى كلية حاليا عندنا المركز الأبحاث يعني كمان فيه برامج ماجستير تابعة لكلية الزراعة وابإمكان هذو الطلاب بيعملوا أبحاثهم في مجالات مختلفة من الزراعة والتكنولوجيا الحيوية الزراعية في هذه المختبرات أبحاثنا بصراحة يعني بتمس كافة قطاعات المجتمع المحلي الفلسطيني وكمان فيه علاقات دولية في البحث العلمي كل هذه العوامل أدت إلى أنه خضورة في فترة قياسية في فترة زمنية قصيرة توصل لمرحلة متقدمة من الإبداع والتميز في البحث العلمي طب يعني واضح تماما أنه فيه اهتمام في قطاع الزراعة وما إلى ذلك لأنه تخصصات طبعا جامعة خضوري والكثير من المجالات هي نصب اهتمامهم لكن الحديث عن طبيعة الدراسة بدراسة حساسية ومقامة أصناق مختلفة من أشجار الزيتون يعني كأنه فيه ميزة أو خصوصية لأشجار الزيتون بالنسبة لأبحاثكم طبعا نحن بصراحة مهتمين بالقطاع الزراعي بشكل عام بقطاع الزيتون بشكل خاص لما له من أهمية كبيرة في الوطن سبقوا للجامعة عقدة مؤتمرات دولية بمشاركة عالمية من دول مختلفة أمريكا أوروبا ودول العالم العربي فهذا مؤتمر الزيتون الأول ومؤتمر الزيتون الثاني وحاليا نجري الإعداد للمؤتمر الثالث بإذن الله قطاع الزيتون يعني إحنا معنيين فيه يعني أكثر من باحث في عنا فريق بحثي يعني أنا وزملاء لإلم بمجالات مختلفة من قطاع الزيتون مش بس أمراض الزيتون البكتيريا وكمان جودة الزيت والإنتاج والكمية وتعرف كل هذه الأمور هذا يعني كيف رح يكون فيه قيمة مضافة على طبيعة محصول الزيتون بالإضافة إلى التعامل مع هذا النوع من الأشجار شوف كيف هو صح أنه القطاع الزيتون في الفترات الأخيرة بالسنوات الأخيرة يعاني من ضعف الإنتاج وتهميش شوية بفعل العوامل الاقتصادية السياسية إحنا بنعمل أن الأبحاث هذه بالمشاركة المؤسسات الأخرى في فلسطين أنها تسهم بتحسين دخل المزارعين الزيتون لأنه بصراحة قطاع كثير مهم بشكل نسبة كبيرة من الأشجار المزرعة في فلسطين الأبحاث هذه يعني إذا إحنا تبنينا النتائج بتاعتها التطبيقية ممكن تؤدي إلى تحسين في الإنتاج الزيتون وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين والأهم من ذلك أنه تعامل مع هذا النوع من الأشجار والتي هي تشكل عامل كبير في الزراعة والقطاع الزراعة في طول كرم ومستوى فلسطين رح يكون بناء على تعامل على أسس علمية يعني الفائدة رح تكون وكل التلخيصات وهذه الأمور رح تكون بناء على قواعد سليمة 100% طب المنافسة في الولايات المتحدة الأمريكية وإحنا نتحدث عن جامعات عالمية مرموقة إذن كانت منافسة شديدة وإحنا نتحدث عن باحث عربي متميز إذن هناك بالفعل ما ترك بصمة واضحة من خلال بحثك وكباحث أيضا في مجال هذه التنافس على مستوى الجامعات حدثنا أكثر ما الذي ميز دكتور مازن باحثا وبحثا أول شي الجائزة هي بتعطى للباحثين العرب أو يعني كل سنة بصير فيه تنافس بين الباحثين من مختلف أكتر الوطن العربي قدموا أبحاثهم أو مشاريع الأبحاث اللي بدهم يعملوها في جامعات عالمية تكون إلها خلا نقول باع كبير في البحث الأمن والتدريس أنا كان إلي الحمد لله السبق أني زرت جامعة ديفيس في كاليفورنيا على برنامج ممول من مؤسس التعاون وبنك فلسطين قضيت هناك ستشهور الحمد لله تمكنت مني أن أعمل إنجاز كويس هناك في الكشف عن بعض أمراض الزيتون واختصرت المدة الكشف هذا والتشخيص من ثلاث شهور لأسبوع فكان هذا إنجاز كبير وبعد ذلك أنا كنا معنيين أنه نتابع كيف آلية أن الأشجار ما تصاب بالأمراض فعملنا كثير من الأبحاث يعني من حوالي 6 سنوات وإحنا من هنا بنشر في جامعة خضورة على بعض أمراض الزيتون وتمكننا أنه نوضع بعض الأسس العلمية لإيجاد حلول والمشاكل اللي بتواجهها أشجار الزيتون في بلسطين البحث اللي راح أعمله هناك إن شاء الله راح يمكننا أنه مش بس نقدم علاج الأشجار الزيتون لأن مستقبلا ممكن نكون عندنا أشجار زيتون مقاومة للمرض لأنه تصاب ولكن عندها وقاية عندها مناعة عندها مناعة ضحية طب دكتور يعني أكيد هناك دعم واضح من قبل جامعة فلسطين التقنية خضورة يعني تحدثت على مدار 6 سنوات والأعمال الجارية على مراحل وخطوات مختلفة كيف جامعة خضورة بتدعم أي مثلا دكتور أو أستاذ أو ما إلى ذلك من الباحثين بحب أنه يمثل هذه الجامعة على مستوى العالم الإمكانات والدعم متاح لجميع الطاقم جامعة فلسطين التقنية خضورة بصراحة الإضارة مش مكسرة مع الزملاء ومع العاملين في الجامعة سنويا في مشاركات في مؤتمرات عالمية توفد الجامعة الكادة للتطوير والمشاركة في الندوات والورشات العمل تدعم البحوث العلمية عبر أنه تمول الباحثين في نشر أوراق علمية في مجلات عالمية كمان الجامعة عندنا عن طريق دعم البحوث داخل الجامعة بتصرف من الميزانية الخاصة فيها على الباحثين لتطوير البحث العلمي فتح مختبرات حالياً إحنا في عنا مختبر التكنولوجيا الحاوي في عنا مختبر المياه والبياء في عنا مختبرات الطاقة في كلية الهندس في مختبرات كثيرة إن شاء الله قيد الإنشاء هذا كل الكلام على رغم أن الجامعة عمر الزمني قصير إلها من حد ما تحولت من كلية إلى جامعة طب هل يكون هناك من ضمن هذا النوع من البحوث إشراك للطلبة مثلاً ليكون هناك باحث متميز من الطلبة؟ طبعاً أعتقد قبل مدة يمكن إسمعته في جامعة خضورة في دبي كانوا فائزوا بطلبة المشاريع الأوائل تلوا على مستوى العالم العربي نعم الطلاب يشاركوا في مشاريع التخروج بإشراف طبعاً الأسادذة في الجامعة وبعض الزملاء بيساعد الطلاب على نشر هذه الأبحاث كمان في مجلات عالمية بوجود أسماء الطلاب على هذه الأوراق العلمية يعني جميل جداً أنه يكون هناك تبادل للمعلومات بين الأسادذة وبين كباحثين وأيضاً طلبة يكونوا في ذات الصياق في البحث العلمي وتسجيل المزيد من الإنجازات لكن سؤالي ربما هو يتعلق بالمزارعين الفلسطينيين قد يشفي إمكانية الاتصال والتواصل ما بينكم كباحثين وبين المزارع الفلسطيني كي يكون هناك فائدة متبادلة سواء باستسقاء المعلومات كباحثين عن هذه الأشجار أو حتى الاستطلاع على طبيعة المشاكل ومن ثم الخروج بعلاجات لأشجار معينة أو حسب ما يتم البحث والقيام به بالنسبة للباحثين بصراحة يعني خاصة في مجال الزراعة بنستقي أفكار البحث العلمي من المشاكل اللي بواجهها المزارع غالباً ما بيكون هناك زيارات ميدانية للاطلاع على المشاكل للظروف اللي بواجهها المزارع في الإنتاج بتاعه وبنحاول نحن نعمل البحث العلمي بناء على هذه المشاكل بهدف أنه نوصل لحلول سريعة عملية غير مكلفة للمزارع إذا أمكننا طبعاً في هذه الأوقات بنحاول قدر الإمكان أنه نساعد المزارع عبر توجيه النصح والإرشاد يعني يخلينا كل الفائدة تكون سريعة على المزارع بعد هيك إحنا بننتقل للبحث العلمي التطبيقي اللي ممكن يأخذ شوية وقت مانع بين ما تطلع النتائج ونسبتها على الأرض الواقع وهلا تزال عملية البحث جارية وسيكون هناك جولات ومراحل أخرى في عملية البحث في الجامعات العالمية إن شاء الله ربنا يصل الأمور للجميع رح نعمل البحث على مدار عام كامل هي طبيعة المنحة أو الجائزة عبارة عن منحة لإجراء بحوث علمية في جامعة كاليفورنيا ديبس لمدة سنة كاملة إن شاء الله يعني كل توفيق لك دكتور مازم سلمان عميد البحث العلمي في جامعة فلسطين التقنية خضوري ونتمنى أكيد مزيد من التسجيلات التي تحقق الرفع والفخر لفلسطين ولجامعة فلسطين التقنية خضوري